مرحبا حبيبي اصحاب برج الحوت اشلونكم ان شاء الله تكونون بخير اليوم راح نقرأ توقعات برج الحوت العامة التوقعات راح تكون الطاقة العامة من أهم الأحداث اللي ممكن تصير بيها الطاقة على الصعيد ايضا العملي الصحي العاطفي العائلي التحديات اللي راح تواجهها نقاط ضعف نقاط القوة قراء العاطفية راح تكون مقسمة للمنفصلين المطلقين وايضا للعزاب وللمرتبطين فخلونا نبلش القراءة قبل ما نبلش القراءة اذا اعجبكم الفيديو سولك واشتركوا بالقناة اذا شونتم ماشتركين وتركوا لي اراءكم بخانة التعليقات كل التوفيق لكم وان شاء الله القراءة تعجبكم برج الحوت بداية خلي اقول لك الطاقة العامة اللي انت بها حاليا البعض منكم يا برج الحوت المتزوجين بالاخص اخص بهم المتزوجين حق لكم الطاقة المتزوجين والعزاب ايضا المنفصلين طاقة العامة للمتزوجين اشوف ممكن انه تكون عندكم بالفترة الحالية فرحة عائلية ولادة جديدة اكو التجدد ممكن يكون مصالحة انت بالفترة الحالية بوضع مصالحة على الصعيد العائلية كنت مار بمشاكل بالسابق وهسه المشاكل اللي تحسنت ممكن لبعض منكم تكون هذي ورقة انتقال فممكن يكون برج الحوت انت اما منتقل البيت جديد وعندك اصلاحات بالفترة الحالية قاعد تحاول انه التمامها لانه هاي ايضا ورقة انتقال فبعض منكم ممكن يكون منتقل الى بيت جديد او حتى منتقل الى محافظة اخرى او حتى دولة اخرى وبالفترة الحالية عنده اصلاحات والبيت قاعد يحاول يصالحها اما البعض الثاني ممكن ممكن تكون انت بالفترة الحالية قاعدة تعيش اه مناسبة عائلية او خبر عائلي مفرح جايك وده تحتفل به بالفترة الحالية او انه انت رفسك ممكن تكون قاعد تحتفل بخبر يخصك انت بالنسبة للناس المرتبطين اشوف انه المرتبطين من برج الحوت اكون موضوع زواج شاغلكم بهاي الفترة قاعدة تفكرون بهواية هذا الزواج ممكن يكون من شخص من برج ناري خاصة اذا كان شخص برج القوس لانه ظهر عادكم بالعاطفة او حتى برج الاسد او الحم العفون ممكن هذا شي انتم منتظرين اصار لكم فترة طويلة ومنتظرين موضوع زواج والموضوع قاعد يتأجل وقاعدة تصير مشاكل بسبب كل ما ينفتح هذا الموضوع هذا الشخص اشوفه هجومي وممكن حتى يكون انسحب من حياتكم او حتى ممكن يكون بعد بالفترة الحالية هو على مفترق طرق محتارب بينك وبين شخص ثاني اذا كنتوا بعلاقة ثلاثية او محتارب بينك وبين الاهل اذا كان اكو معارضة لانه اشوف اكو طرف ثالث مخرب او موقف موضوع الزواج ببناتكم بالفترة الحالية فهذا الشي متعبك وانت ده تحاول انه تتخذ قرار او حتى ده تحس من التلاعب من ناحية هذا الشخص وهذا الشي ماثر على نفسيتك وشاغ لك بطاقتك الحالية كل تفكيرك هو بهذا الموضوع اللي موجود اما البعض الثاني من عتكم اشوف انه انت ممكن تكونون بالفترة الحالية داخل بالنسبة للعزاب اكو شخص داخل بحياتكم او باديين بداية جديدة او حتى انه انتو تكونون ممكن تتمرون بمرحلة استشفاء لانه ايضا هاي ورقة استار هي تعني ورقة الشفاء من بعد ازمات صدمات مريتوا بها بحياتكم ازمة انفصال طلاق ازمة وفاة ازمة صحية ايان كان الازمة اللي مرت بالسابق اشوف عدكم استشفاء بالفترة الحالية انتو بفترة شفاء عدكم مثل ما نقول يعني بديت عدكم انتو بمرحلة تجدد اكو تجدد قاعد يصير بحياتكم ممكن انتو اتخذتوا قرار انه انتو اجددون حياتكم وبسبب اوضاعش انتو بسابق مراضين عنها تحسون اكو نقص البعض منكم ممكن يكون اكو بشارك عمل جديد الناس اللي ما عدهم عمل من بعد فترة مريت بيها باحتياج عاطفي او حتى احتياج مادي وهسا اكو تعويض اليك المهم اشوف اكو عوض اليك اكو لبعض منكم بداية جديدة او حب جديد بادي هسا بالفترة الحالية ومجغول بالا بيو ديفكر وديفكر باستقرار ديفكر بزواج ان شاء الله نشوف هسا يعني الطاقة مفصلة تكون اكثر بالاوضاع العاطفية اما بالنسبة للصعيد العام عندك تحقيق امنية بهاي السنة يا برج الحوت امنية صار لك فترة طويلة انت منتظر انه هي تدحقك عندك تقدم على الصعيد العملي اه طبعا اشوف من بعد ركود بالصعب الاوضاع المادية او حتى الاوضاع العملية اللي موجودة عندك اكو تقدم اكو خطوة راح تتخذها اكو عندك تقدم على الصعيد المالي اكو اه عندك نوع من حب المغامرة اكو البعض من عدكم ممكن يكون صار لفترة تارك العمل او حتى اكو وعود هواية بالعمل امورك كانت متعلقة متوقفة ممكن شخص اكو كان وعدك بعمل ولكن هذا الشخص اكتشفت من بعد فترة من الانتظار والامل اللي كان مأملك به هذا الشخص ولكن هذا الشخص طلع هو مجرد شخص ثرثار اه يتكلم بدون فائدة ويتكلم بدون عمل شخص كثير الكلام اشوفه متعبك على الصعيد العملي قاعد يأثر عليك او حتى ممكن تكون انت متعب بالعمل ببداية السنة راح تكون خاصة اول اربعة شهر اه شوف انه اكو شخص راح ينقل كلام عنك شخص ثرثار اه ينقل اشاعات ينقل كده بممكن حتى يحرض عليك اه بس انت قاعد اشوف انه انت شنت ممكن ما اخذ راست ما اخذ استراحة وهسه بلشت راح تبلش بهاي السنة ان شاء الله او حتى لو شنت ما اخذ اجازة او انفصلت عن عمل فاشوف راح تبدأ تطلع من حالة الركود المادي الركود اللي صاير حتى بالعمل تتغير اكو تغيير اكو حظ من جانبك راح يصير من بعد فترة من بعد اشخاص كانوا دائما يكذبون عليك انه احنا راح نلقى لك شغل احنا راح مثل اذا عندك ترقية او شين سهل لك معاملة سهل لك امر هما الاشخاص هدولي اشوف عندهم كده بشان ممتلاعبين وعودهم فارغة بس كلام ولكن الحظ من جانبك اكو مساعدة الهية اكو ايد راح تلمد لك وراح تخلي امورك تتحسن كلها خاصة المادية وتتغير الاحسن اشوف انه عندك تقدم عندك اه امور هواية راح تتحسن ولكن شوين وجود بعض المشاكل يعني على صعيد الاطفي اشوف حتى على الصعيد الاسري بس الامور تتحسن كلها بصورة عامة ان شاء الله قلت لكم على صعيد العمل الامور تمشي من بعد توقف صار لفترة ممكن صار لها اربعة تشهر هاي الامور متوقفة اشوف الامور راح تمشي راح تبدأ تبلش بداية جديدة بعمل جديد ووضعك المالي راح يتحسن عندك تحقيق امنية بصورة عامة بهذه السنة عندك تجدد عندك طاقة تستشفاء من الازمات هواية مريت بها بالماضي بالفترة الحالية قاعد اشوفك منطلق اه دا تحاول تجدد حياتك تجدد امورك حتى تغير مكان عملك عندك انتقال ممكن البعض منكم يكون قاعد يفكر فكرة انتقال يعني ببالي اشوف الانتقال راح يصير والانتقال راح يكون من صالحك وراح تستقرب المكان اللي راح تنتقل اليه على الصعيد الصحية اشوف عندك اهمال كبير يخص الصحة امورك الصحية شوية صار لك فترة احتمال صار لكم وبعض منكم صار لسنة يعاني من مشاكل صحية ولكن ما قاعد يحل هذا الامر ما قاعد يهتن بي ما قاعد يدارك اخطار الموقف قاعد يهمل صحته لازم تركز على صحتك بصورة عامة هاي السنة لانو اشوف عندك مشاكل صحية راح تعاني منها من بداية السنة او حتى كنت تعاني منها اشوف مشكلة صار لها سنة عندك انت ما قاعد تشوف لها حل راح تتفاقم خاصة لبعض النساء اشوف موضوع انجاب متأخر عليك ممكن يكون بسبب موضوع تابعة او موضوع عمل كان عندك بالسابق شخص من العائلة شخص مقرب منك ممكن مسوي لك عمل وهذا شي مؤخر الانجاب عندك فلازم تشتغلين على التحصين واذا عندك تابعة او حتى عمل لازم تتخلصين منه دائما اذكار مثل ما اوصل لكم دائما اذكار تحصين الحسد السحر حاولوا تحصنوا النفسكم على الصعيد العائلية اشوف اكو مشاكل عائلية انت قاعد تمر بيها عندك نوع من الغضب بالفترة الحالية عندك اه بعصطوب يعني عندك نوع من الهجومية صاير ممكن حتى طبعا هاي الطاقة هم تخصوا المزوجين اشوف اكو مشاكل ببيناتكم هواية ممكن ببعض منكم يكون بينهم طرف ثالث وهو يعرف به او طبعا الطرف الثالث اللي مو شرطي يكون علاقة اذا ما كان علاقة فالطرف الثالث ممكن يكون شخص من عائلتك او من عائلة الشريك اللي انت تتعامل يا دائما يدخل بحياتكم ويحاول يخربه او هو سبب المشاكل اللي موجودة فاشوف انه هذا الطرف الثالث مسبب بلكم مشاكل هواية على الصعيد العالي اشوف عندك نوع من النزعة الغضب شوية اه عندك تفكير سلبي هواية مشاكل ممكن خفيفة يعني مو مشكلة شبيرة بينك وبين العائلة خلافات تصير ولكن الامور تنحل بالنسبة للناس اللي متزوجين وهم يعرفون انه اكو علاقة ثلاثية اتشاريكم اشوف انه انت احلامك وطموحاتك بهاي الفترة يعني انت عندك امنية او مثل يعني تحاول انه اطلع الطرف الثالث اللي موجود بالعلاقة بينك وبين الشريك وراح يطلع هذا الطرف الثالث خلال اول ثلاثة شهر من السنة من بيناتكم وراح يرجع الاستقرار اذا كنتوا يعني انتم منفصلين او حتى بينكم مشاكل بسبب وجود طرف ثالث بيناتكم فاشوف انه هذا الشخص او خلال اول ثلاثة شهر او صار الثلاثة شهر هو طالع من العلاقة والعلاقة بينكم اشوف بها راح يرجع استقرار من بعد مشاكل من بعد تعب التوازن راح يرجع للعلاقة والبيت راح يستقر هاي بالنسبة للمتزوجين يعني هاي كمشاكل عائلية اما بالنسبة للمرتبطين مثل ما قلت لكم اشوف البعض معتكم معتكم سيناليو طرف ثالث المرتبطين ممكن اكو شخص من اهل الشريك او حتى من اهلك انت معارضة العلاقة ببيناتكم اي دائم من ببيناتكم صد ورد قاعد اشوف اكو يعني طاقتكم صايرة خاصة ذات شن تتعمل بيا شخص من برج القوس فدى اشوف هوايا صارت مشاكل ببيناتكم بالفترة السابقة هذا الشخص عليه هوايا ضغوطات عليه هوايا هجوم اكو هوايا ناس قاعد يتحاول انه اكو مشكل مشاكل عائلية عند هذا الشخص اذا كان برج ناري برج القوس بالاخص او برج الاسد او برج الحمل بس برج القوس طالع يمي واضح هذا الشخص اشوف عنده مشاكل عائلية هوايا دا ما شنت انت صاحب هاي المشاكل وهو منشغل بيها بالفترة الحالية اكو موضوع الزواج بيناتكم قاعد اشوفه دائما قاعد تصير بي اه تأجيل دائما يصير بي خلافات دائما يصير مشاكل ولكن الزواج موجود من بعد تأخير والتأجيلات محتاجة كل اللي انت محتاجه انه انت تصبر على هذا الشخص وتحاول انه مثل ما قلت توقف بجان بلد تضغط عليه لانه اشوف عنده طاقة هجوم قوية صايرة طاقة عصبية هاي بالنسبة للناس اللي مرتبطين واكو طرف من العائلة بينهم يعني مخالف موضوع الارتباث او حتى الشخص اللي يتعاملوني عنده مشاكل عائلية هاي العلاقات الثابتة المرتبطين صار لهم فترة طويلة وامورهم تمام فاصبر على هذا الشخص وبالاخير راح تنسعدون اشوف منانا لحد نهاية السنة ان شاء الله اكو لكم زواج اكو لكم بيت واستقرار راح يكون من بعد مشاكل هواية مريتوا بها بالسابق من بعد مخالفات ومعارضات هواية من الاهل بالنسبة للناس اللي ملفصلين او حتى العلاقات المتزعزة راح اساولكم اياها خاصة بعد العلاقات المرتبطين الثابتة والعلاقات المتزعزة العلاقات الغير حقيقية البعض من عدكم اشوف من الملفصلين طبعا اشوف عدكم صاير انفصال بسبب موضوع طرف ثالث طرف الثالث اللي بيناتكم واشوفه شخص متسلط متلاعب عند مكر عند حلة او حتى الشريك ممكن تكون اكتشفت هنا طاقة ماتة هوائية هذا الشريك اشوف انه هذا الشريك عند تلاعب عند مكر خداع ممكن تكون اكتشفت طرف ثالث عنه وممكن يكون جرحك بالكلام او فرض عليك شروط مستحيلة حتى يستمروا ياك بالعلاقة انت بالقطرة الحالية غير متوازن العقاء بينكم وغير متكافئ بالعلاقة هذا الشيخص عند نوع من الانانية يفكر بنفسها بس عندك مخاوف انت هاتش من العازبين اللي منفصلين صار لهم فترة ايضا اشوف عندك مخاوف انه انت تبدي علاقة جديدة او حتى تخلي شخص جديد يدخل بحياتك بهاي الفترة ما عندك ثقة انت غير مستعد انه تفتح ضلبك بهاي الفترة الشديدة انت غير قادع لانه تدخل بعلاقة جديدة بالفترة الحالية انت ممكن تكون محتاج تاخذ فترة تستشفي بها من الازمة اللي صارت بك بالسابق او العلاقة الفاشية الفاشلة اللي مريت بها وكان بها خيانة وبها انفصال مؤلم صار يعني اكل انفصال يكون حضاري واكل انفصال يكون مؤلم اللي هو يكون بيخيانة بيكذب بيخداع بشخص يطعنك بظهرك ممكن يطعنك بالكلام حتى لانه اشوف هذا الشخص يعني من النوع اللي يهتم المشاعر الناس يهتوى شخص متسلط وسيء السلطة وايضا كلامه جارح كلامه مو حقيقي وافكار حتى افكار تكون افكار حدية انه هو يفكر بنفسه اناني وما يريد الخير للاحد هو يريد الخير بس النفسه ما يهتم المشاعرك ما يهتم الاشياء اللي انت تهتم بها او حتى الاشياء اللي انت تريدها فالملفصلين والعزاب اشوف انه هذا الشخص متعبكم هواية اللي كان بالماضي موجود ممكن ان بعض منكم صار لثلاثة شهر من فصل او من شهر الثالث وللفترة الحالية راح يرجع يظهر بحياتك بس راح يقول كلام كذا فانت اقطع من هسه اقطع علاقتك بهذا الشخص وابتعد عنه وخليك منفتح افتح قلبك للعلاقات الجديدة الناس الجديدين اللي يحاولون انه يدخلون بحياتك بهاي الفترة ان شاء الله اشوفهم راح يكونون مصارحك خاصة اذا كانت الطاقة مائية فانت قلت لك عندك نوع من يعني اشوف المنفصلين انه عندك نوع بالفترة الحالية من طاقة العناد الهجوم المخاوف انت مريت بهواية ازمات هواية انجرحت من الشخص اللي تشينت منفصل عنه بالماضي هذا الشخص تعبك هواية انت بالفترة الحالية ما اقلي حاجز بينك وبين الناس بينك وبين العلاقات بينك وبين العاطفة خاصة هسراح احج على الناس المنفصلين صار لهم فترة طويلة والمطلقين يعني بالاخص فاشوف عندك طاقة الدفاع الحماية يعني تريد تحمي نفسك تحاول تحمي مشاعرك تحمي نفسك من الناس اللي يدخلون بحياتك ويجوحوك عندك مخاوف وقلق بالنسبة للرجوع للناس المطلقين اشوف من بعد فترة كانت الامور بيناتكم معلقة من بعد فترة شنت غير قادر على اتخاذ القرار ممكن انت او الشريك شان محتار بين قرارين شنتوا واصلين للمفترق طرق الامور بيناتكم معلقة اكو شخص منكم ممكن يكون تخلى عن العلاقة وطلع من العلاقة راح شاف طريقة حسب ما انتش تتفكر ولكن العودة موجودة من بعد فترة قلت لك المراوحة المكان وما كان قادر يتخذ قرار والامر بينكم معلق صار لفترة طويلة قاعد اشوفه تمام الفصلين الجديد رجوع بيناتكم موجود وحقكم راح يرجع من هذا الشخص هذا الشخص حقكم راح يرجع من عنده رجوع بينكم موجود خاصة الناس اللي بيناتكم طفل راح يكون الطفل عذر هذا الشخص اشوف شوية عنده كبرياء فما راح يرجع لك بصورة مباشرة ويقول لك انا اريد ارجع اذا كان بيناتكم طفل فراح يرجع عن طريق هذا الطفل او بعذر انه هذا الطفل محتاجك خلي طفل اللي بيناتنا يتربى بيننا اثنين لانه اشوف عند نوع من الكبرياء الرجوع بينكم راح يكون مفاجئ جدا اكو تجدد للحب والعلاقة بينكم راح تتجدد وتستقر الطرف الثالث اللي كان موجود بينكم اشوفها طالع من العلاقة فالرجوع بالنسبة للمطلقين اشوف موجود اذا شنتوا تتعاملون ويا شخص من برج الميزان برج الجوزاء طبعا هاي قراءة ما تشمل القراءة اللي قلتها بالبداية ممكن تنطبق منها لبعض منكم بس هاي خاصة للمطلقين فقط اللي يردون رجوع فالرجوع موجود التجدد بالحب موجود اشوف اكو شخص راح يحاول انه يصلح ببيناتكم وهذا الرجوع راح يكون مفاجئ لك وبطريقة غير مباشرة راح يجي هذا الشخص يقول لك على موضوع الرجوع ما راح يجيك يقول لك يلا تعال نرجع واعتذر لا راح يدخل لك بصورة غير مباشرة انت راح تتفاجئ لان بعض منكم فاقد الامر انت اساسا ممكن تكون تخليت عن هاي العلاقة مثل ما قلت لك انت تخليت وقررت انه وتبدأ حياة جديدة ممكن بعيدة عن هذا الشخص ولكن هذا الشخص اشوفه راجع والكرمة راح تكون وياك وحقك راح تاخذ من هذا الشخص ثالث ومثلث مثل ما نقول من بعد متاعب مريت بها وياه من بعد خيانه ممكن تكون حتى مريت بها اشوفه نادم وراح يرجع وراح يحاول الميصال حك يصير عنده نوع من النضج العاطفي بينك وبينه بعض منكم اشوف التواصل بيناتكم جدا جدا عالي يعني اكو تواصل روحاني كان وبينكم عالي اكثر من التواصل اللي بالحقيقة يعني ككلام فهذا الشخص راجع ان شاء الله والله يهدي سركم ويصلح الحال بالنسبة للتحديات اللي راح تواجهك انه انت راح تمر بازمات بهاي السنة يا برج الحوت ولكن كل اللي اطلبه من عندك انه انت تكون قوي تكون قادر على الغفران قادر على مسامحة الاشخاص اللي ادوك بحياتك حتى تعدي الازمات ممكن تكون انت مار بازمة اساسا وهاي الازمة بعدها لحد من الماضي باعد تفكر بها التحدي اللي قدامك انه انت تخلي حد للماضي وتترك الماضي ورا ظهرك اتباو على الفرص اللي موجودة قدامك لبعض منكم من قد ما مركز بالماضي وبالخسارة اللي مر بيها بالفقدان بخيبة الامل اه شوفوا انه ما قاعد يشوفوا الفرص الجديدة اللي قاعد تجي قدامك بالفترة الحالية اكو فرصة هواية عندك انت منطيها ظهرك ومتطلع بس على الماضي ابدأ حياتك من جديد التحدي اللي قدامك انه انت ما تخلي شيء يوقفك بهاي السنة كلها سواء كان ازمة من الماضي او حتى ازمة راح تتجدد ممكن سيناريو اللي قلته بخصوص بعض الناس اللي علاقتهم متزعزعة يكون بعده مصاير وفراح يصير فانت لازم انه تكون قوي هذا التحدي اللي قدامك لانه اساسا نقاط اه نقاط ضعفك انه انت ما قادر ما تقدر تسيطر على مشاعرك انت غير قادر على انه انت تسيطر على مشاعرك بهاي الفترة فنقاط ضعفك انه انت تتحكم بمشاعرك تكون صلب تكون قوي تاخد طاقة برج الاسد اللي موجودة هنا الورقة طلعت لك مقلوبة ما طلعت عدلة فانت نقاط ضعفك انه انت انت فاقد قوتك اه فاقد عزمك فاقد الارادة الازمة هاي اللي مريت بها او حتى راح تمر بها راح تاثر عليك كهواية وحتسبب لك نقطة ضعف انه انت دائما تطلع تباوع للماضي متباوع الامام شنو الاشياء الجديدة اللي حتصير بحياتك تفائل وفكر بايجابية كون قوي وانت قادر على انو تتخطى اي ازمة وممكن تمر بحياتك طبعا ده حسب ما اذكر بوجي الحوت انتو اساسا بشهر 12 كانت اموركم ايضا متعبة واني كان الفيديو وقيت لكم هذا الوقت سيمضي فهذا الموضوع يعني الوقت صدق راح يمضي والامور راح تتحسن بالنسبة لنقاط قوتك اشوف انو انت عندك هواية فرص لانو قتلك هي نقاط ضعف نقاط القوة التحديات انا قاعد اشوف الاوراق اساسا انو هي الاوراق مرتبطة بعضها يعني كقراءة واحدة يعني هسا اذا نريد نقراها الاوراق ثلاثتهم مش اخليهم واقراهم هي قراءة مواحدة انت نقاط القوة اللي عندك هي نفس التحديات اللي موجودة انو انت قاعد تباوع الماضي ومنت ظهرك الفرص جديدة نقاط القوة انو انت اولا انت عندك طموحات عندك احلام هواية عندك ممكن تكون حتى اقول عندك تواصل العالوي الناس الناس تحبك عندك هواية فرص جديدة تجيك وراح تجيك فرص راح تكون اكو فرص هواية امامك نوقات القوة اللي عندك انو انت تعرف تختار وتباوع للامام تنطي ظهرك للماضي الفرص اللي موجودة عندك هنان اللي انت منطيها ظهرك وبس مركز على الخسارات اللي مرت بيها بالماضي ممكن يكون البعض من عدكم مر بثلاث خسارات واحدة وراث ثانية وهذا شي يعني خلا ينهد خلا حيلي ينهد خلا اموري يعني او انت حتى ممكن وبحياتك مار بثلاث خسارات وهي السبب انو استمرت وياك لحد الان انت ما قاعد تقدر تتخطى هاي الازمات اللي مريت بيها او حتى فشل ممكن بعلاقات او بعمل ثلاث اعمال انت دخلت بها وفشلت فاشوف انو الفرص الجديدة موجودة انت القوة لازم تكون عندك لازم تقضع على هاي الورقة اللي اجتك مخلوفة لازم تصير عدلة وتصير قوي تروض الناس تروض هذي المرة تروض الاسد قاعدة فانت قوي لازم تستعيد قوتك واتباوع على الفرص اللي موجودة عندك وتختار من عندها واترك الماضي ورا ظهرك وحاول انو تفكر بايجابيل وحاول انو تفكر باتشو شن اللي ثلاثة شهر من السنة وبعدها راح اتعدي راح تبدي تنطلق شوية شوية ان شاء الله فكل التوفيق لكم برج الحوت ان شاء الله التوقعات الايجابية كلها تتحقق واريدكم اقوى اريدكم تستعدون قوتكم تستعدون صحتكم حتى لانو صحتكم همينا اشوف بها